أسابيع وأربعة والله شيء مقرف يعني أصبح كأنه إرادة الناس الآن في وزادة باليوم يعني ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع إرادة الناس ما تقيتش به القيود والتي يأتي بها من لا جدارة له أصلا في أن يضع ولو شبهة شرط فما بالك بالشرط عيب معنى اليوم نحن الناس نريد دستورا منبثقة من عقيدتها يمثل حضراتها فإذا به أصبح الآن المسألة في الوقت أن يختزل ويختصر في هذه الأيام بعينها عيب فضيحة أنا نوسته للسياق هذا كينا الآن في صراع مع مواقيت محدودة حتى في الكرة ثم الوقت الزايد أحيانا شو الكلام هذا ثانيا حوار عن ماذا الحوار ومن هم أطرافهم فيه ما هي التمثيلية يعني قلت لهم على أقل خذاوا الناس اللي عنده في مجلس تسيسي 5% فما فوق على أقل 5% هي يتحشم لكن 5% فما فوق اللي عنده الواحد واثنين بيش يقرر مصير لبناء حتى بالرمزية الأرقام من يعني بهذا التسلط ولذلك هؤلاء الضعفاء هؤلاء بالفعل اللي يحس الرأي العام توجاههم بكثير من القرف يزم يتقوى بحاجة أخرى ملقهاش شعب ملقهاش وضعية ثورية كيما بيّن خونة ناس تكلمت بالثورة في اليامات هذيك كانوا يتكلموا معنا ذكر السنجيب الشابي وغيرهم الحق يعني ضد خروج القصبة الأول الثاني والثالث لغير ذلك فليوم يزم يتقوى بحاجة شنية الوضعية الميدانية الوضعية الميدانية تصبح لا ما يقدرش عليها تخرجوا نهار 23 أكتوبر فضيحة قلت لهم قاعدتوا في دياركم ونقولوا ربما أقول إياه لكن الخروج يولي فضيحة هي ولي الوضعية الإرهابية ونأكد هنا محل شاهد يوليزم يتقوى بوضعية دم ساله دم يمكن يسيل ويكون غامض تولي تخاف انت كي بيش تصرح خاطر ثم حاجة يمكن تقع يخاف السياسي اللي في السلطة يخاف السياسي اللي يحب يطلح هؤلاء ويحطوا الناس في أجواء يعني الاختيار ما بين الأمر السيء كما قلت والأسوأ